اللي احنا بنشوفه النهاردة في الدولة المصرية من افتتاحات لمشروعات قومية بيفتتاحها سياطة الرئيس عبدالفتاح السيسي طول السنين اللي فاتت السنة دي وتحديدا الشهر ده والاسبوع اللي فات سواء كان في أسيوت والنهاردة في إنا وبعد كم يوم في تشكا بالكم والكيف اللي احنا بنشوفه ده عمره ما حصل في تاريخ الدولة المصرية الحديث والمعاصر انك تقوم بمشروعات تنمية وتغيير وتطوير في كل قطاعات الدولة المصرية في نفس الوقت بسرعة وانجاز ونتائج غير مسبوقة وسط كم هائل من التحديات عالميا وإقليميا ومحليا ده كلامنا النهاردة وطبعا بالمعدول بسأل خير على حضراتكم أو صباح الخير أيا كان الوقت اللي بتشوفونا فيه حبينا ان تكون آخر حلقة في سنة 2021 نعرف بلدنا ماشية ازاي نشوف الإنجازات والتطوير والتغيير الحقيقي الحقيقي اللي بيتم على الأرض في الوقت اللي احنا فيه وسط كل التحديات زي ما احنا ودنا الصعيد اللي عانى لسنوات طويلة جدا من الإهمال في التنمية في التعليم في التطوير الاقتصادي في الصحة في اقطاعات كتير جدا وكانت النتيجة اللي كنا عايشين فيها إرهاب وتعصب ومحاولات صناعة فتنة وجرائم متنوعة ومتعددة كنا بنشوفها في صعيد مصر النهاردة الوضع اختلف وبيختلف وهيختلف بسرعة وبقوة على أرض الواقع لان احنا كنا في السنين اللي فاتت كنا بنخسر تقاط بشرية كتير وكنا بنخسر على مستوى الدولة وكان نسبة الهجرة من الصعيد كتير جدا وكان زيادة الفقر والجهل والمرض في الصعيد بطريقة في النجوع والكرة والمحافظات البقية بطريقة كبيرة جدا النهاردة بنتكلم في بني سويف في أسيوت في إنا في المينيا في الأقصر في سهاج في مشروعات تنمية حقيقية مشروعات تنمية في كل القطاعات يعني لو شفنا كم الكباري اللي بتتعامل بطول السعيد على محاول النيل عشان تنقلك من شرق لغرب النيل دي كانت في مسافات كده زي ما قال الرئيس النهاردة بالمئة كيلو عشان تعدي الناحية التانية النهاردة الرئيس بيتكلم لا تتجاوز خمسة عشرين كيلو عشان تتنقل من شرق الغرب النيل فاستهلاك طاقة وقود ووقت وإهضار مال وشكل كثير قوي كنا بنخسرها 14 محور جديد اضافوا على نهر النيل بيعدوا من شرق للغرب اللقصر والسياحة والمعديات والحوادث التي كانت تحصل لكي تذهب البر الغربي تعدي تمشي مسافة كبيرة جدا لكي تذهب الناحية التانية النهاردة الوضع اختلف جدا بالنسبة للسياحة والشغر في اللقصر الطرق التي تتعامل في الصعيد والتي كانت تأخذك من القاهرة لحد اللقصر وأسوان تطورت وتحدثت وتعمل منها جزء للنقل وتعمل تطوير فيها انها تتعامل مع اي متغيرات جوية من سيول او احوال طقس تقدر ان هي تساعد اكتر في مشريع التنمية من اول الصعيد لحد اخر موسيقى موسيقى وطبعا كل المسروعات التي تتعامل في مصر المسروعات الكبرى يعني لو حطينا كده عناوين كل عنوان محتاج نتكلم فيه كتير قوي فحياة كريمة اللي في كل مصر وتحديدا في الصعيد هيفرق كتير جدا الدلتة الجديدة والمساحات الزراعية اللي تتعامل وزي مرايس قال اللي الناس تيجي تاخد وتزرع وتعمل وكل حاجة متجهزة على الشغل عشان الناس تعمل تنمية الصعيد الحقيقية في مشروعات اقتصادية كانت محتاجة البنية الأساسية من طرق وكباري وغاز وكهرباء ومية عشان تنهض والناس تعمل مش هتديك حتة ارض في الصحراء وقولك تعال اشتغل لا انا النهاردة بديك المكان بكرة تشتغل لو انت عايز تشتغل وتنتج وتبقى قوة مضافة لبلدك تنمية سينة تروح للصعيد تطلع على سينة الشمال والجنوب السياحة والتعدين والتجارة والاكتشافات والرملة السودة والكلام ده كله الصحراء الغربية والعلمين والشغل اللي بتعمل فيها سياحيا واقتصاديا وتعدينيا وكل المناطق دي الضبعة الصحراء الشرقية والجلالة والعلمين والبترول والتعدين والرخام تشكى بعد يومين العاصمة الادارية الجديدة اللي كان فيها اول اجتماع للحكومة الاسبوع اللي فات واللي بتنق المصر النقلة كبيرة زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي احنا عدنا 150 سنة كحكومة او كدولة محصولين في منطقة الكاهرة الخدوية كان لها وقتها دلوقتي لازم الدولة تتطور المدن الجديدة ال 14 مدينة جديدة اللي منهم مدن بيسموها في الجيل الرابع اللي مجهزة بكل حاجة عشان تليق بحياة المصريين بكل مستوياتهم والطرق والمواصلات وهرجع اقول تاني واكد عشان الناس اللي بتقول هناكل طرق هناكل مواصلات هناكل اسفل الطرق والمواصلات دي هي اللي بتهيقلك كل ده عشان تتنقل بسولة من محافظة لمحافظة او حتى جوها المحافظة الوحدة او حتى في اقليم القاهرة الكبرى الجيزة والقاهرة والاليوبية مناطق الصناعية والتجارية واللوجستية مبادرات وزارة الصحة والرئاسة الجمهورية كل الكلام ده من صعيد مصر لدلتا مصر لشمال مصر للغرب مصر للجنوب للشرق للغرب مصر شغلة تنمية في كل المشاريع مشروع التأمين الصحي الرائع وأنا بأكد لحضراتكم ان اول مرة في تاريخ مصري يتعمل مشروع تأمين صحي ياخد وقته ويليق بالمصريين لحد اما يكتمل في 20-30 عشان صحة المصريين ووسط كده احنا مش وقفين احنا بنعمل مبادرات وبنعالج والدولة بتطور وتصرف وبشهادة الكاسرين في هذا المجال اللي يهمهم مصلحة البلد مش اي مصالح اخرى القطاع الصحي بيتطور بقوة لا تقل عن كل مشروعات التنمية اللي احنا قلناها والنهاردة شهر سبتمبر اللي فات لما تحطت استراتيجية حقوق الانسان حقوق الانسان اللي بجد مش هو الانسان اللي المتجرة اللي بيتلعب بيها علينا وبعقول الشباب ويشتغلوا بيها الناس هو الانسان في معيشة وصحة وتعليم وارتقاء بحياته عشان اقدر بعد كده اتكلم في حقوق تانية لكن ما اقدرش اتكلم في حقوق اعلى من كده وانا لا عندي صحة ولا عندي تعليم ولا عندي مستوى معيشي يلي بحياة الانسان المصري تصريحات الرئيس اللي اسمعناها في قسيوت يوم الاربع اللي فات لما كان بيتكلم في الافتتاحات وان اللي بتصرف على مشروعات التنمية في سبع سنين اكتر من اللي اتصرف في تلاتين سنة مشروعات تنمية حقيقية سواء زي ما قلت لحضراتكم في حياة كريمة او في غيرها من المشروعات النهاردة الرئيس كان بيتكلم على المصانع والراجل حتى مرضيش يقول التعبير اللي هو تحت بير السلم قال المصانع يعني الصغيرة ويتكلم مع دكتورة نفين جامعة وزارة الصناعة تتنقل لمناطق صناعية وتجمعات صناعية مهيئة بالاماكن كهرباء مية طاقة الترخيص يشتغل من بكرة عشان تبقى قوة اضافية اقف قدام كل المشكلات اللي بتوجهني في الدولة المصرية وما لانا في الاخر عايز ايه؟ عايز اوصل ايه عشان احس انا كمواطن بالتغيير ده امال انا كمواطن عشان محدش يلعب في دماغي كل شوية من اللي شغالين برا واللي بينخوروا جوه لازم افهم ان الصورة لما تكتمل والفجوة لما تتسد والناس لما تشوف ده على ارض الواقع بكرة بيتغير خلي بالك ممكن يقول لك زمان كان البنزين رخيص كانت التقى رخيصة كانت الكهرباء رخيصة كان مش عارف ايك اه بس كنت عايش كل ده بالدين كنت هتوصل لمرحلة انا اسف التعبير هتلبس في الحيط افلاس ومشاكل والدول حوالينا برا وجوه كتير لكن النهاردة الاجراءات الاقتصادية اللي اتعاملت مع تطوير الدولة المصرية على التوازي ده بيوصلك بعد كم سنة انك تبقى دولة قوية بتنافس زي ما ليك تأثير ودور تاريخي واقليمي عظيم يكون ليك تأثير ودور اقتصادي مؤثر في منطقتك وبالتبعية على مستوى العالم عشان نحقق ده محتاجين تغيير في اسلوكياتنا اللي استهلاكية في اسلوكياتنا في كل جوانب حياتنا النمو السكاني زي ما الرئيس اتكلم والدكتور مصطفى مطبولي يتكلم والسادة الوزراء بيتكلموا دايما النمو السكاني المهول اتجاوز ال 2 مليون في السنة يعني انا بعد 10 سنين ممكن ابقى بالمعدل ده ازيد 20 مليون يبقى اللي انا عملته تنمية يروح لا لازم النمو السكاني ده يتضبط ويتضبط صح بالتزام مواطن وبقوانين صارمة الدولة مش هتصرف تاني على 5 و 6 و 7 عيال الدولة هتصرف على اسرة منضبطة ومواطن مصري عرف حقوقه وواجباته وملتزم النمو السكاني السلكيات بتاعتنا في النظافة في الصحة في تعاملاتنا سواء صحتنا بصفة عامة الشخصية او اهتمامنا بمجال الصحة عموما كافراد النظافة ما هي النظافة دي لما باهتمش بيها ما تيني بتجيب الامراض القذرات انا اسف عفوا اللي بتترمي في الشارع وفي اماكن نظيفة او اماكن حتى على قدها ما دي برضو عدم اهتمام بالصحة المرور والالتزام بالمرور في الشارع سلوك المواطن بصفة عامة في الشارع المصري التعامل مع كل الانجازات دي التعليم اللي محتاجين نغير فكرنا عشان يبقى عندي ابني وبنتي المؤهلين والمناسبين لسوق العمل المحلي والعالمي برضو زي ما الرئيس قال انا مش عايز الخريج التقليدي اللي معال صنس ولا بكادريوس ولا ماجستير ولا دكتوراء مع كل تقدرنا لكل الخارجين ما كلنا عايشنا في الكلام ده انا عايز الخريج اللي يبقى قوة اضافية فنية في مجاله ويستحق ياخد رقم يعيشه معيشة كويسة زي الدول اللي بنقول احنا ليه مزاي الدولة الفلانية وليه مزاي المجتمع الفلاني انك تبقى ترس في منظومة مصر بتتغير بتاخد وقت لكن فيه تغيير بيتم بنتضغط شوية بس اللي جاي افضل ما تخليش حد يلعب في دماغك ولا يفاهمك ان بلدك مش عارف ايه وبتعمل ايه لانهم مش هيبطلوا الصح ان احنا نبقى في ظهر بلدنا الصح ان احنا نغير تفكيرنا وسلوكنا وندي فرصة للدولة المصرية والقائمين عليها والمصريين الامناء الشرفاء اللي بيشتغلوا بكل كد واكتهاد في كل القطاعات الدولة المصرية ان احنا نغير بلدنا لان بلدنا هتتغير بأدينا مش بحد تاني كل سنة وحضراتكم طيبين دي كانت اخر حلقة لينا في 2021 يا رب يا رب الايام الجاية والافتتاحات وكل الخير دايما لبلدنا بقوة وسواعد المصريين اشوفكم 2022 اشتركوا في القناة